لو جات لك واحدة ست عندها كانسر وقيت لك انا عايزة ازبط مع ادويتي اكلي هل ليها بروتوكول مختلف عن اي حد تاني دكتورة نجلة في حاجة اسمها تسدي الرجل يعني الرجل بيجيله سرطان سدي طبعا هو نسبة حدوث السرطان السدي في الرجالة واحد لكل مئة ست يعني من كل مئة ست عندهم سرطان واحد رجل ممكن يجيله سرطان نسبة واحد في المية نسبة المقارنة يعني بنشوف حالات سرطان سدي في الرجالة مش قليل ايوة ايه الاسباب التسدي الاول ما احنا نقول واحدة واحدة هو دلوقتي السدي في الرجل زي السدي في الست بالزبط ولكنه غدة ضامرة السدي بيتكون من ايه بيتكون من غدد وجواها قنوات لبنية وعاملة في صورة فصوص كده ودول يبقوا مثلا ما بين عشرين لخمسة وعشرين تلاتين غدة وحواليهم كفر من الدهون عشان يدي الشيب والمنظر ده السدي في الرجل هو عبارة عن غدة ضامرة وراء الحلمة وواحد سنتي نسيج اغلبه دهون وبس فبيحصل بقى انه احيانا يحصل تسدي او جينيكو مستيا او بعض ناس عندهم المصطلح بتاع الجينو الرياضيين والشباب الصغير عشان من الشلطات اللي بيغضوا فيقوم يحصل يعني امتى بقى صدر الراجل هيكبر اللي هو التسدي او الجينيكو مستيا نتيجة اسباب متعددة لها علاقة بالسن يعني ممكن في الصغيرين في الولاد في مرحلة البلوغ يحصل لخبطة شوية في الهرمونات فهرمونات الانسوية تبقى زيادة عن المطلوب فيبتدي نسيج السدي يتضخم شوية وده بيبقى تامبراري يعني مؤقت وبيكمل عادي بعد شوية بنطمنهم وكده ممكن في سنة اكبر شوية يبتدوا الولاد يروحوا الجيم الشباب بقى وعايزوا يعمل عضلات بسرعة يقوم ياخد مكملات غزائية مكملات مش غزائية حاجات في الجيم بياخدوها منها الكورتزول واحيانا بنوصل لدواء اسمه نولفا ديكس ده انتي هرمون بيستخدم في علاج البرست كانسر في الستات الكبار بياخدوه بيقولولي هما بيقولولي بيجوا يقولولي بقى بعد ما قولوا ده كذا مش عارف ايه بتاخد ايه يقول لدرجة كده كورتزول ونولفا ديكس فتلاقي عضلاته تتنفخ بسرعة لكن في المقابل صدره كبر وبقت فيه غدد لبنية فيه ناس تانية بتاخد أدوية صايد ايفاكت بتاعها ممكن ان هو يزود هرمون الاستروجين بطريقة كسايد ايفاكت يعني زي أدوية المعدة أدوية القلب والضغط أدوية الصلع أدوية الاكتئاب دي كلها حاجات ممكن تزود في الرجالة بقى الكبار في السن اللي بيبقى عندهم البرستاتة تضخمت ممكن البرستاتة تفرز استروجين زيادة وفي المرضى في بعض الامراض اللي ممكن برضو تزود الاستروجين نتيجة انه تكسيره في الكبد قل الزيادة منه في الكبد ما بقتش الكبد يقدر يتخلص منها في حالات الكبد اللي عنده تلايف أو اللي عنده أي مشاكل في الكبد كويس ففيه ناس كتير قدف رجالة يعني في أي عمر من الأعمار دي ممكن يبقى عندهم التسدي ففيه بقى رسالة مهمة جدا انه هو مش عيب انه هو عنده سدي فمش عيب انه هو يجي يكشف وانه وسائل التشخيص في الحالة دي زيها زي ستاد بالزبط لو هو السدي حجمه احنا كلهم بنقدر نعمل مامو جرام لانه ساعات تبقى الناس مستغربة طب ما هو بتبقى فيه ست صدرها صغير وأحيانا فلات المامو جرام ينفع يتعامل مالوش علاقة بحجم السدي يعني الأساسي جدا ولا نوع الشخص دي بعمله ده أساسي في التشخيص المامو جرام لان شكل التسدي الفرق بينه وبين الكنسر بيبان في المامو جرام كويس جدا اكتر من الموجات الصوتية وبعدين بنعمل موجات صوتية ولو شكين بناخد عينة الفكرة بقى في التسدي ده إن هو بقى عنده غدد هي الأورام سواء حميدة أو خبيثة بتيجي فين؟ بتيجي في الغدد مش في الدهون دهون بيجي فيها كيس دهني تكسير في الدهون كلام فارغ لكن الأورام كلها الكنسر بريست اللي احنا بنتكلم عليه سرطان السدي بيحصل فيه في الغدد والقنوات اللبنية فحالات التسدي المتطور وده غالبا بيبقى في الكبار في السن اللي عندهم البرستاتة كبرت وبتنتج استروجين زيادة أحيانا بيبقى عنده قنوات لبنية كأنه سدر الستة بالضبط فوجود الغدد اللبنية بيخلي الاستعداد للكنسر بقى موجود فإحنا لازم نكافح بقى التسدي من أوله يعني اللي عنده فيه حاجات أسباب مضطرق يعني مش هنقدر نمنعها الأدوية المهمة بس برضو لازم الدواء يتغير باستمرار عشان ما يدخلش بالستدي المهم إن يبقى كل شخص بيسمعنا حتى لو عندك تسدي وعندك واجع فيها وعندك العراضة اللي انت قلتك ما تتكسفش إنك تروح تعالي بالنسبوكرام في أي مكان وبنقدر نشخصها وكل حالي